على غير مثال سابق تشكو دولة عبر وزير بها قناة تلفزيونية هي إحدى عجائب الأزمة الخارجية التي لا تتوقف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش قدم عريضة مطولة ضد الجزيرة إلى زيد بن رعد الحسين المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان كان الناطق باسم الحسين قد انتقد أواخر الشهر الماضي مطلب دول الحصار إغلاق قنوات شبكة الجزيرة فجاء رد جرغاش مغرقا في التنقضات الجزيرة تدعم وتروج للمنظمات الإرهابية بل هي منصة للفكر الإرهابي الجزيرة تحرض على العنف وتروج للطائفية برامج الجزيرة تشجع على معادات السامية كلام كبير دبجت به شكوى المسؤول العربي إلى المسؤول العربي الآخر في المنظمة الدولية كحاطب ليل يجمع المتناثرات على غير هدى ولا تدقيق استعرضت العريضة الجرغاشية مسوّغات تهمها فحين تستضيف شاشة الجزيرة قيادات بالمقاومة كخالد مشعل الذي استقبل من قبل بحفاوة في عواصم الحصار تغدو مروجة للمنظمات الإرهابية في خلط مدان عربيا وإسلاميا بين المقاومة والإرهاب يتمهى فيه الوزير الإماراتي بل يزايد على الخطاب الإسرائيلي واليميني الغربي ضد حركات المقاومة الفلسطينية التي لم توجه سلاحها يوما إلا إلى المحتل وهي مواجهة وثقتها الجزيرة في إطار ما تقره الشرعية الدولية من حق الشعوب في مقاومة من يحتل أراضيها وخلال 21 عاما هي عمر الجزيرة في تغطية الشأن الفلسطيني بما حوت من حروب وانتفاضات لم تجرؤ دولة الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكاتب الشبكة أو الوصول إلى مستوى غيرغاش وزملائه في كيل الاتهامات لها بل التقت القنوات الإسرائيلية بالشهيد أحمد ياسين مؤسس حماس دون أن تخشى الوصم بتهم غيرغاش تلتقي الشبهات الغيرغاشية فيما تتعرض له الجزيرة من طعن مستمر مع إعلام تنظيم الدولة الذي لا يفتأ يصفها بقناة الفتنة والمنافقين في معرض شكوى الوزير الإماراتي يسوي بين قيادات المقاومة الفلسطينية كمشعل ورمضان شلح وبين قيادات أخرى كزعيم القاعدة أسامة بن لادن ويأخذ الوزير الإماراتي على الجزيرة نشر خطابات بن لادن وأخباره وهي أي الجزيرة لم تكن سابقة إلى ذلك بل ظهر القيادي السعودي على الشبكات الأمريكية أولا ونقلت لاحقا معظم وسائل الإعلام العالمية عن الجزيرة وعلى ذات المنوال نسجت قناة السي بي أس حين التقت عبد الرحمن ياسين المتهم بتفجير مركز التجارة العالمي وفي سجن المخابرات العراقية ومن قبله ظهر على الشاشات ماكفي منفذ تفجير أكلاهوما والذي حكم بالإعدام تغيب عن الوزير الإماراتي وشركائه طبيعة دور الإعلام حين يوثق للأحداث ويؤرخها حتى ولو كانت جرائم خالصة دون أن يتهم عقلا بارتكابها ودور الجزيرة في هذا كدور سائر القنوات عبر العالم التي تضامن كثير منها مع ما تتعرض له القناة الأكثر حضورا عربيا من حملة دفعت عديدا من القنوات الغربية لإعادة بث فيديو الجزيرة المطالب بحرية الصحافة وكما تغيب عن جرغاش الحقائق لا تسعفه ذكريات الماضي القريب فمقابلة الجولاني التي أشار إليها في شكواه نقلتها قناتاء أوريانت والغد العربي وإحداهما تبث من الإمارات والأخرى تمولها الإمارات تطول عريضة الطعن في الجزيرة ومع ذلك فالمدافعون عن القناة ومنهم وسائل إعلام كبرى عبر العالم كالبي بي سي والسي ان ان ونيويورك تايمز والجارديان والإيكونوميست وغيرها أصدقوا لدى الأمم المتحدة من وزارة وضعت غلق الجزيرة مطلبا المدافعون عن الجزيرة لا يدعون لها العصمة لكنهم يرون أن الإعلام إن اجتهد فأصاب أو أخطأ فإنتاجه ينتظر النقاش والجدل للوشايات السياسية